اعتقد بعد ما عملنا حلقة اتكلمنا فيها عن الفرق بين المعماري والمهندس والمقاول والناس كلها فرحت بيها واتبسطت وبصراحة جلنا عليها شوية تعليقات انما ايه زي الفل والله الواحد مش عارف من غير الكلام المشجع ده كان عمل ايه المهم بدأت تجيلي اسئلة تانية لناس عايزة تعرف الفرق بين المهندس المعماري ومهندس الديكور وبصراحة السؤال عجبني وقلت طب ما نجبها من الاول ونتكلم على كل التخصصات من اول الراجل اللي بيخطط المدينة لغاية مهندس الديكور اللي بيصمم الفراغات الداخلية وهو نبقى عرفنا كل حاجة بتتصمم ازاي وعرفنا دور كل واحد فيهم ايه بالتفصيل علشان كده يلا بسرعة علشان الحلقة دي هتكون دسمة جدا فانزل وعمل سبسكرايب للقناة لو انت مهتم بالفن المعماري وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير مش هوصيك بقى بنتعف الحلقات فعايزين نطلع تريند وخلينا نقول اهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري انا احمر علي ويلا بينا نبتدي الحكاية اعتقد احنا من المحظوظين لان كل الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة احنا شفناه بيحصل قدامنا في الكام سنة اللي فاتوا وبالتالي هنستوعب الموضوع بشكل اسرع فخلينا نبتدي ونقول اول حاجة لما الحكومة بتكرر انها تعمل مدينة جديدة بتبدأ تلجأ لواحد اسمه مهندس التخطيط الشخص ده بيكون خريج كلية عندنا في مصر اسمها تخطيط عمراني او خريجها الناسة معمارية عادي احنا برضو بندرس تخطيط الراجل ده كل دوره انه يختار افضل مكان للمدينة على حسب بقى الخطط اللي حطها الحكومة وعلى حسب برضو الهدف اللي المفروض يتحقق في التنمية وهو اللي بيحدد الطرق اللي هتوصل لها والساعة الاستعابية للمدينة واحدودها هتكون عاملة ازاي وازاي هيتعامل مع التوبغرافية في المنطقة التوبغرافية دي هي ببساطة الاماكن العالية والواطية لان طبيعي المدينة مش هتكون على مستوى واحد بيكون فيها تلال بيكون فيها هضاب وصاعات بيكون فيها جبال عادي يعني فلازم مهندس التخطيط يقام ما يفديها او يشوف هيتعامل معاها ازاي ومهمة اوي اوي كمان انه يفدي مخارات السيول لو موجودة او يشوف هيتعامل معاها ازاي شئ بديه يعني عادي يعني ساعات بيحصل بعض الاخطاء عدوها المهم كل حاجة من الحاجات دي بيدرسها كويس اوي مهندس التخطيط وبعد ما بيحدد مكان المدينة ويرسع على الشكل النهائي لها بيبدأ يفكر في التقسيم الداخلي بتاعها ويشوف تصميمها من جوه هيكون عامل ازاي مركز المدينة هيكون فين اصلا هيتعامل فيها مركز واحد ولا مركزين لو المدينة كبيرة شوية وللناس اللي مش عارفة مركز المدينة ده هو المكان اللي بتعامل فيه الخدمات بتاعة المدينة الاسم بقى والحي والمنطقة التجارية والمستشفى الحاجات دي بعد كده يبدأ بقى يشوف تخطيط الشوارع هيكون عامل ازاي هيعمل كم مجاورة سكنية حتى المجاورات دي بيكون لها تأسيمة لازم المدينة يكون فيها مجاورات سكن فاخر ومتوسط واقتصادي وكل واحدة فيهم بيكون لها مركز للمجاورة يتحط فيها جامع وحدة صحية منطقة تجارية الناس تجيب منها الحاجة اللي محتاجاها مدرسة تعليم اساسي كل الكلام الجميل ده حتى عدد السكان اللي هيسكنوا في المجاورة المخطط بيحددوا من الاول ببساطة بيشوف المدينة متخططة علشان تستوعب كم نسمة وبيقسمها على المجاورات والتأسيم طبعا بيكون على حسب نوع المجاورة السكن الفاخر بيكون عدد السكان فيه اقل من السكن الاقتصادي اللي تتعمل في الشارع دي بتتعمل كبيرة في الاول علشان لما عدد السكان في المدينة يزيد ياخدوا منها ويوسعوا الشارع احب اقول لحضرتك واصدمك ان مفيش حاجة اسمها ان عدد السكان تزيد في المدينة المدينة اللي هتستوعب مليون نسمة بتكون متصممها من البداية علشان تستوعب مليون ونص مثلا علشان لو الناس حب التخلف كتير انه كنا عاملين حسابنا فمش طبيعي ابدا ان مدينة تكون متخططة علشان تستوعب مليون وفجأة اكتشف ان عدد السكان فيها خمسة مليون ده ماينفعش يحصل كل حاجة بتكون متحددة ومتخططة من الاول ده حتى المجاورة السكنية اللي بنصممها لو قلنا مثلا اننا عاملينها علشان تستوعب خمسين الف نسمة بنكون عارفين ان الخمسين الف دول هيكون فيهم كم طفل محتاج تعليم اساسي وبناء عليه بنعمل مدارس علشان تكفيهم عارفين كمان كم واحد بالغ هيروح يصلي الجمعة فبنعمل الجامع اللي يستوعب العدد ده كل حاجة مدروسة يا بيت والموضوع بيبان ليكو صعب بس في الحقيقة هو في حاجة بنمشي عليها اسمها معدلات عالمية كتب كده بنرجأ لها وإحنا بنخطط بتقول لنا المعدلات العالمية ايه وبنمشي عليها ده انا مش عايز اقولك ان متحدد اقصى مسافة ممكن يمشيها اي طفل علشان يوصل لمدرسته وبناء عليه بنختار مكان المدرسة بالتحديد في الحي او المجاورة مش بنحطها في اي مكان وخلاص الخلاصة كل الكلام ده بيعمله مهندس التخطيط وتخلص مهمته على كده يدخل بقى بعدين مهندس التصميم العمراني او الاربن ديزاينر وده برضه في الاغلب بيكون خريج كلية التخطيط عمراني او خريجها النسب عمرية عادي على فكرة ما احنا برضه بندرس تصميم عمراني الراجل ده بقى وظفته انه يصمم مناطق بعينها يعني يمسك شارع او حي سكن صغير ويبدأ يحط الخطوط العريضة للتصميم ارتفاعات المباني هتمشي ازاي الالوان بتاعتها اليوفط بتاعت المحلات شكلها ايه اليوفط بتاعت الاعلانات هتتحط فين وشكلها هيكون عامل ازاي علشان تكون لايقة مع بعضها ولايقة مع المدينة الاشجار هتتزرع فين وهيكون ارتفاعها قد ايه وقطرها قد ايه تصميم الارصفة وايه هيكون فين من الاخر بيحط طابع عمراني للمنطقة بالكامل الله ام المهندس المعماري هيعمل ايه بعد كده اتقل لسه دوره جاي الراجل ده بعد ما بيخلص شغله وينظم كل الحاجات دي بيدخل بقى المهندس المعماري ودي مش محتاجة بقى ده بيكون خريج فنون جميل عمارة او هندسة معماري ما ها اكيد يعني ما احنا بندرس عمارة المهندس المعماري بقى يخش على سكيل المبنى ياخد له قطعة ارض كده يصمم عليها المبنى بتاعه طب هيصمم في ايه ما ها الراجل بتاع التصميم العمراني قالنا شكله هيكون عامل ازاي لا مهندس التصميم العمراني قالنا التيمة اللي هنمشي عليها هتكون عاملة ازاي انما تصميم المبنى نفسه ده بتاعنا احنا بقى المهم ما نعملش حاجة شزة اه في بعض الاماكن بنكون ملتزمين بشكل المبنى من بره بس دي بتكون حالات استثنائية المهم المعماري دوره انه يصمم المبنى من بره ومن جوه يقولنا تصميم الفراغات من جوه هيكون عامل ازاي شكل المبنى ايه هيحقق الاستدامة ازاي ايه الفكرة اللي بيقدمها وكل الحاجات الجميلة دي اللي اتكلمنا عنها كتير قوي في حلقات فاتف طيب المعماري بيخلص شغله ويسلم المبنى ويجي بعد كده دور مهندس التصميم الداخلي او مهندس الديكور او الانتيرير ديزاينر وده بيكون في الاغلب خريك فنون تطبيقية قص معمارة داخلية ايه بتبصيلي كده ليه او ما درسناهاش وبنشتغلها عادي يعني ما كل المعماريين دلوقتي بيشتغلوا انتيرير ديزاينر معلش اللي بيصمم بيصمم اي حاجة لا خلاص خلينا نتكلم جد شوية احنا كمهندسين معماريين بندرس كل حاجة في الكلية تقريبا وبندرسها بتعمق وبنعمل مشاريع كبيرة عليها وكمان بعد ما بنتخرج ونكرر ان انا نعمل دراسات عليا بنلاقي فيه اقسام معينة فيه قسم بلاننج او تقطيط ممكن اعمل فيه ماجستير او دكتوراه ويكون ده تخصصي وفيه قسم تاني اسمه تصميم عمراني او اربان ديزاين وبكده اكون اتخصصت اربان وفيه قسم تحكم بيئي اللي هو بندرس فيه ازاي نحقق الاستدامة في المباني وازاي المباني دي تلاقي من المناخ اللي احنا عايشين فيه وفيه قسم تكنولوجيا بندرس فيه التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة في المباني واخيرا قسم اسمه درسات معمارية وده اللي العبد لله فيه وده بندرس فيه فلسفة العمارة ففعلا احنا بنقدر نشتغل كل حاجة هي فعلا الحاجة الوحيدة اللي مدرسناش بتعمق قوي وملهاش اي قسمة عندنا هي التصميم الداخلي بس بنشتغل فيها والله وبنطلع حاجة حلو سيبكنتوا بس من الخناء دي وتعالوا نفهم مهندس الديكور بيعمل ايه الراجل ده كل دوره انه يصمم الفراغات الداخلية يصمم الديكور واعتقد ده عارفينه كويس ومعظمنا اتعامل معاه ده بيحدد الستايل اللي هيتعامل في الفراغ الماتيريال اللي هيستخدمها كل ما هو ليه علاقة بالتصميم الداخلي مالوش دعوة باي حاجة خالص خارج الفراغ بس مش معنى ان مالوش دعوة فمايراعيش ده لا لو تاخدوا بالكو ان كل تخصص من التخصصات اللي اتكلمنا عليها النهاردة ليه علاقة بالتخصص اللي فوقيه والتخصص اللي تحتيه احنا كأننا بالزبط بنعمل زوم ان وزوم اوت لكن في الاخر هي صورة واحدة لازم كلنا نماتش مع بعض علشان الموضوع مايبانش المقصة ولازم كل واحد بيكون عارف دوره اه بس برضو بيكون على علم بدور اللي اشتغل قبله ودور اللي هيشتغل بعده علشان يراعي ده في التصميم بتاعه مش هدخل انا كمصمم ديكور علشان نصمم شقة الاء المعماري عاملي الباب في نص القوضة مثلا طب انا هفرشها ازاي ما هو لازم الباب يتعامل جنب الحيطة علشان انا كمهندس اقدر هفرش القوضة كويس فاهمين قصدي؟ المهم هي منظومة كلها بتكمل بعض علشان نوصل لافضل صورة ممكنة وصدقوني اغلب المشاكل اللي بنقابلها في المدن والشوارع والزحمة اللي موجودة في المدارس والمستشفات دي بتكون مشكلة في التصميم او التخطيط من الاول الموضوع مش معقد زي ما متصدر لنا لو كل واحد شاف شغله صح حرفيا مش هنفرق حاجة عن المدن اللي بنشوفها في اوروبا وبننبهر بيها بس كده خلصت حلقتنا النهاردة لو الحلقة عجبتك انزل بسرعة واعمل لايك وشير واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري